حالكم الله متابعينا احنا اليوم باستضافة الدكتورة رشال ضامن هيجل معنا في برنامج بيوتي دكتورة يعني عدف المشاهدين عن نفسك من الدكتورة رشال؟ اعلامية كنت في السابق صحفية في احدى الجرائد الكويتية عملتني فترة بعدها قررتني أكمل براسات عليا أخذت الماجستير والدكتورة عملت في وزارة التربية في دارة العلاقات العامة والإعلام التربوي بعدها قررت أن أتفرق حق الكتابة مسيرتك الأدبية؟ كلمينا عنها بالبداية المجال الأكاديمي كان هو الذي لم أخذني نشرت دراسات كتابين الأول في 2015 كان عن الصحافة الكويتية وتاريخها بعدها الأخوة هذا موجود عندي نعم صح؟ نعم في عام 2019 نعم نعم في عام 2019 أصدرت كتاب مؤسسات الصحفية في ظل التورة الإعلامية وهذا رقميا نعم كان بين 2015 وهذا كان في عام 2019 نعم 2019 يعني ما بين 2015 خذيتي فتشة لغاية 2019 نعم أربع سنين وكتبتي هذا الكتاب نعم بعدها سنة 2022 قدمت رواية لدر لم يكتمن وكانت هذه التجربة الأدبية الأولى كانت مختلفة طبعا عن الجانب الأكاديمي وهي عبارة عن رواية قررت أني أخذ مجال أني هي المجموعة القصصية أو القصص القصيرة وهذا كان في سنة 2023 همس الخطوات نعم همس الخطوات كان صدر طبعا يحتوي على دعش قصة قصيرة وللأمانة كانت تجربة جديدة بالنسبة لي أن أنا أخذ تجربة القصة قصيرة شلي خلاتت التجهين إلى هذا الجانب شلي ألهمتش في الكتابة والله هو كان شغف سالم شعي يعني حبيت أن أنا أجرب الكتابة الإبداعية فكان بالنسبة لي شغف أن أنا أرصد الجوانب الإنسانية أو القصص الإنسانية التي أشوفها حوالي أو في المجتمع وأجسنها في روايات أو قصص قصيرة وكانت تجربة ممتعة جدا يعني وراح إن شاء الله بإذن الله أستمر فيها يعني أقدر أقول أن أصحاب الشخصيات الموجودة في القصص هذه حقيقية في منهم؟ والقصص حقيقية؟ نعم في قصص كثيرة حقيقية وأغلب الشخصيات تكون شخصيات تمزج ما بين الحقيقة والخيال يعني وائد ناس يسولفون لجعي الدكتورة وائد وائد ويعني الأحاديث هذه اللي الواحد يسمعها القصص اللي يقراها ممكن أشياء تنزل بالسوشيال ميديا يعني الحين السوشيال ميديا تلاقين فيها مختلف الحكايات والقصص كل هذه الأمور الواحد يستوحي منها قصص ممكن يسجلها في قصة قصيرة أو رواية ما تختارين عنوين كتبت أو قصصت؟ والله هو شوفي الواحد بعد ما يكتب يعني عنوان أنا آخر شي أفكر فيه لأنني أكون كتبت يعني وخلصت القصة فأقدر أستنبط شنو الشي الجاذب أو المحور القصة نفسها يعني عندي قصة وايد أثعت فيني وهي كانت قصة حقيقية اسمها طنين لما كتبتها هي تجسد واقع صديقة لي مؤثرا بعد ما وصلت الكويت برشلة حست بألم في إذنها وقامت ما تسمع أثنين الإنسان يحس بألم مجرد ما ينزل ويحس أنه بضغط جوي وغيره بعدها راجعت لأنه تمت مدة ما تقدر تسمع بعدها بلغها الدكتور أنها فاقدة جزء كبير من السم وأنها توهة تكتشف هذا الأمر فليش أنت تحيلين معاناة إنسانا كانت يعني تمارس حياتها العادية وفجأة اكتشفت أنها عندها فقدان سم شنو المشاعر الإنسانية اللي هي حست فيها فهذا يعني بعد ما كتبت القصة الألم اللي حستها الصوت خلاها تكون اسمها طانيم أنا خذت داخل الموافقة دكتورة منهم طبعا ما يعني ما أسجل أي شيء كتب قصة أو موقف أو مشهد إنساني إلا لما يحظى بموافقة صاحب القصة وطبعا أنا ما أذكر اسمها نعم دكتورة نحن مستمرين معنا شوال الحوار الأدبي ولكن نطلع فاصل ونرجع إذا لمشاهد الفاصل ونرجع تابعونا ورجعنا نتواصل معكم وضيفتنا من نوراتنا في برنامج بيوتي دكتورة راشا الزامنت دكتورة يعني شون تشوفين الأدب ومثلا نقدر نقول هل إنه هو قاعد يوصل الهدف المنشود منه في المجتمع قاعد يخدم البيئة المحيطة فيه طبيعي وأكيد الأدب من خلال النصوص اللي قاعدة تصدر لا بد أنه يأثر في نفوس الجنبور يكون لها تأثير قوي ممكن يغير نمط حياة مجتمع كامل الأدب لا دور كبير في حياتنا نعم البيئة الكويتية وينها من الأدب؟ أو وينها من كتاباتك تحديدا؟ البيئة الكويتية موجودة ومرصودة من خلال الكتب اللي أنا أصدرتها من خلال أيضا المجموعة القصصية والرواية تشوفين تقدرين تشوفين تستنبطين من خلال قراءتك أن هناك أماكن بالكويت مواقص عشدات تاريخية ولو أنها لا تعتبر مرجع تاريخي لكن لما رواية التحدث عن حدث معين بالكويت أو مكان معين موقص أو شيء حدث بالمجتمع تشوفين أنه يرصد بشكل أو بآخر البيئة الكويتية فهو عادة ننجاحنا في كثير من الأصدارات الأدبية سواء قصص أو رواية تكترى شون تمزجين ما بين الخيال والواقع؟ الخيال طبعاً لما أنه أنت عندك حقيقة أو أحداث معينة لازم يعني الدخلين أو تمزجين الخيال فيها لأن أنت تعطين طابع جذاب بنفس الوقت تقدرين أنت تمررين وايد أشياء أو أذكار من خلال خيالتك للشخصية هذه يعني أنت ممكن شخصية عادية ممكن أنت تحطين فيها طباع معينة أو صفات أو تصرفات معينة كلها من نسجل خيال بس أنت تسوين هالشي لأن تخدم العمل لأن أنت قاعدت تكتبينه شاهد شفتي الردود جداً جميل صراحة يعني ما توقعت يعني هذا الكم من الإعجاب والتقدير للإصدارات اللي أنا قدمتها ما لقيت يرد فعل غير متوقع مثلاً؟ في ناس كثيرة في مثلاً رواية بدر لم يكتمل وايد ناس قالوا لي دكتورة ليش الشخصية هذه ما خذت عقاب أو خذت يعني بنهاية القصة وليش ما فيه جزء ثاني مثلاً؟ يعني هذا خلاني أحس أنه لا القارئ واعي عنده ملكة أنه هو يتخيل المشهد والنهاية ما يبين نهاية يعني يمكن ما ترضي الشهي اللي داخله فأشوف فيه تفاعل وهذا التفاعل معناته أن العمل خذ حقه بالنجاح حلو يعني مستقبلاً شنو وين وين تبتتوصلين؟ حالياً أنا قاعدة أسوي يعني أكتب رواية المفتوضة أنها يعني شب خلصيت اسمها برشوت الرواية إن شاء الله راح تلاقونها بإذن الله في معرض الكتاب الدولي الكتاب الكويت وإن شاء الله يعني تأخذ نجاحها مثلاً الإصدارات اللي طافت إن شاء الله إن شاء الله يعني بالنسبة حق وين أبي أوصل والله ما عندي حد طموعي معين يعني في بالي إن أنا أكمل في بالي إن شاء الله مزيد من النجاح والكتابات اللي أشعر أنها ممكن تفيد القراءة شكراً لك دكتورة استمتعنا من الحوار معاها شكراً لك أصدق ألف عافية يومنا على إن شاء الله إذن بهذا الحوار والحوار الأدمي والثقافة نختم برنامجنا ونقول لكم دائماً نقادم أجمل في برنامج بيوتي مع السلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر